ومعنا من دبي استشاري أمراض العظام والمفاصل الدكتور عصام مرديني دكتور عيسام أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاين نيوز عربية بدنا شوين نستفيد ما هو هذا المرض الذي يلقب به المرض الصامتة يسعد صباح كون صباح السادة المشاهدين أولا الحقيقة يعني أنا بشكركم على لفت النظر على هذه النقطة بالذات لكن أنا بحب دائما الفت نظر الناس مشان يعني الحياة ما نخوفهم أنا ما بعتبر هشاشة العظام مرض قد ما هو يعني يعتبر مرحلة من مرحلة حياتنا بتدل على الشيخوخة يعني العظام هي مادة حية تتفاعل بكل نوع الحياة فيها خلايا تموت وخلايا تبنى وخلايا تتجدد وكذلك مواد مختلفة تدخل في تركيب العظام فهو مادة حية يعني بالكامل مثل ما الجلد تبعنا أو الأسنان أو الشعر بيشيخ مع العمر فكذلك العظام تشيخ مع العمر وبالتالي أنا لا أعتبر مرض من الأمراض التي تصيب الإنسان إلا إذا اعتبرنا الأشياء الثانوية يعني هو في هشاشة عظام بسبب العمر وفي هشاشة عظام تأتي في الأعمار المبكرة لها أسباب مرضية تؤدي إلى هشاشة العظام فما بدنا نخوف الناس إحنا يعني الحياة هدفنا التوعوي أنواعي الناس عن أنه يهتموا بصحتهم ويهتموا بكثافة العظام لديهم حتى يشيخوا مبكرا أو حتى يتجدد شبابهم طيب دكتور من هم الأشخاص الأكثر عرضة لهذا المرض؟ يعني قلت أنه مع التقدم بالسن هناك مثلا ترقق العظام أو غير ذلك يصيب عدد الأشخاص هل الأكبر سنا أكثر عرضة وهل المرأة أكثر عرضة من الرجل؟ نعم حقيقة يعني في عنا سببين لأن نقول أن السيدات معرضين أكثر من الرجال أولا لأن حجم أو كتلة العظام عند السيدات عادة أقل بسبب حجمهم الأصغر يعني الرجال عادة عظامهم أكبر وأضخم وكتلتهم أكبر فبالتالي يتأخر ظهور أعراض الهشاشة عندهم إلى ما بعد الستين أو الخمسة والستين النقطة الثانية أن السيدات يحميهم من ترقق العظام أو خلخلة العظام هرمون الإستروجين الذي ينقطع مع انقطاع الدورة الشهرية في تقريبا عمر الخمسين وتصبح يعني يصبح تعرضهم لهشاشة العظام مساوي لتعرض الرجال ولكن بسن مبكر قليلا لذلك نحن نقول أن السيدات يتعرضوا بشكل أكبر لأنهم يبدأوا بالتعرض لهذه الهشاشة بسن أصغر قليلا لكن بالنسبة للعمر فهم متساوين طيب يعني دكتور هنا أود أن أسألك عن العلامات الأولية يعني ما هي البوادر التي يجب أن تتنبه إليها المرأة وبالتالي تقوم بزيارة الطبيب عند ملاحظتها للأسف أنتوا في التقرير أنه مرأة صامت وفعلا مرأة صامت ولا يحدث أي علامات إلا في المراحل المتأخرة ونحن لا نريد أن ننتظر إلى المراحل المتأخرة نعم هناك علامات من الوهن وضعف العضلات وقصر القامة وانحناء الظهر والكسور الغير محسوب لحساب يعني مثلا وقعات بسيطة أو فقد خطوة على الدرج قد تسبب كسر أو حتى عطسة قوية أو سعلة قوية لكن هذه في المراحل المتأخرة ونحن لا نريد للناس أن تصل إلى هذه المرحلة فلذلك أنا بنصح دائما الكشف المبكر وخاصة أن السيدات منذ بداية الأربعين أن يبتدئوا بفحص كثافة العظام وهو فحص بسيط جدا ويمكن أن نأخذ بالاحتياطات لتقوية العظام وتأخير هذه المرحلة إلى فيما بعد نعم دكتور عصام اليوم نتحدث عن مجموعة عناصر مهمة لسلامة العظام دائما نسمع حديث عن الفيتامين دال وطبعا عن أهمية الشمس لتقوية هذه العظام أول شيء تفهمنا أكثر ما العلاقة بين هذا الفيتامين وكيف نستعمل الشمس بطريقة إيجابية لتقوية هذه العظام نعم الحقيقة فيتامين دال من أهم العناصر الضرورية لصحة العظام أولا نحن نعلم أن العظام مكونة من عنصرين أساسيين هما الكالسوم والفوسفور وبالتالي الكالسوم لا يمتص إلا بوجود فيتامين دال في الجسم وكذلك في دور كبير لتثبيت الكالسوم في العظام بواسطة فيتامين دال فلذلك يجب أن نحصل على كمية وافرة وكافية من فيتامين دال يوميا ومن الكالسوم أيضا يوميا حتى نحافظ على صحة العظام أما تعرضنا للشمس فهذا ضروري جدا حتى يتكون فيتامين دال لأنه من أهمية فيتامين دال سبحان الله خلقوا لنا مجانا مجرد أن نتعرض للشمس لمدة مثلا 15 أو 20 دقيقة يوميا في حدود تقريبا نصف منتصف اليوم نحصل على كمية وافرة من فيتامين دال تقدر بحوالي ألف وحدة يوميا وهذه كفاية لانتصاص الكالسوم وتثبيته في العظام دكتور بدنا شوية نصائح منك بالنسبة للأشخاص الذين يحضرون اليوم كيف يمكن لهم أن يحموا أنفسهم من ترقق العظام وأيضا خطورة المبالغة في تناول الفيتامين دال والكالسوم دون استشارة حكيم حقيقة بعض الناس يأخذوه أن هذا مفيد وكل يوم يأخذون جرعات متكررة نحن نتكلم عن الناس العادين الذين ليس لديهم نقص في فيتامين دال فهم بحاجة إلى تقريبا حوالي ألف وحدة يوميا من فيتامين دال لكن هناك ناس عندهم نقص شديد في فيتامين دال فيحتاجون إلى كميات أكبر من هذه بكثير وقد تتجاوز الخمس تلاف وحدة يوميا لكن للوقاية نحن ننصح دائما الناس بالابتداء بوقاية عظامهم بالسن المبكر لأن العظام تبنى تقريبا في سن المراهقة يعني مبكرا جدا فكلما كانت حياتنا صحية ونحصل على فيتامين دال وكالسيوم ونمارس التمريض الرياضية ونبتعد عن المسببات التي تؤدي إلى شاشة عظام مثل المياه الغازية والتدخين والكحول إلى آخر كل هذا يؤدي في تكوين عظام قوية وبناء كتلة كبيرة من العظام تحمينا في المستقبل فلذلك لا بد أن نبتدأ بتعليم أطفالنا أو الشباب عن أهمية هذا الموضوع حتى يبنوا عظام أكبر نودا نشكرك جزيل الشكر استشاري أمراض العظام والمفاصل دكتور عصام مرديني كنت معنا مباشرة من دبي شكرا